قرار استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجمعيات التعاونية لقى استحسان مدراء الجمعيات لما فيه من تنظيم لتلك المشاريع وصولا إلى تنميتها للأمانة رحبنا بهذه الفكرة لما لها من مردود واضح لفئة الشباب في الآوينة الأخيرة خصصنا في الجمعية الترميثية بعض البوثات لأصحاب المشاريع الصغيرة ونجحت هذه الفكرة نجاح مبهر ولكن بعد قرار عفوا الوزيرة بتخصيص مساحات معينة في الجمعيات التعاونية تحت ضوابط وأطر قانونية معينة سنرى مردود واضح وكبير لهذه المشاريع الصغيرة لتحفيز الشباب وأعطائهم الدور الفعال والواضح لتنمية المجتمع يتضمن القرار أن تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير 20% من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي لأصحاب المشروعات في السابق كانت تجربة مطبقة ولكن غير منطوية أو مندرجة تحت نظم وتحت قوانين معينة أو قرارات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولكن بعد هذا القرار من الدكتورة هند الصبيع في تنظيم وتقنين هذه العملية سنرى بإذن الله نجاح كبير لهذه المشاريع الصغيرة نص القرار على أن تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في الصحف ليستفيد أكبر عدد من أصحاب المشاريع من خدمات الجمعية التعاونية استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية واستثمار مشاريعهم داخل الجمعيات قد يساهم بشكل إيجابي في دعم أصحاب تلك المشاريع وتنميتها لتلفزيون المجلس أحمد الشمري